اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سامح سعيد الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والثمانين وبهذا الفوز حافظ القوة الجوية على تصدره لمباريات دوري الكرة الممتاز في الاسبوع الثامن عشر وعلى ملعب الصناعة حقق فريق الصناعات الكهربائية الفوز على فريق اربيل بهدفين دون رد وسجل هدفي الصناعات الكهربائية لاعب مصطفى محمود في اول مباراة رسمية له مع الفريق بعد قدومه من فريق الزورة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية نبارك للكابتن عباس عبا سعبه هذا الفوز وحظ أوفر لفريق اربيل المتراجع الاداء والنتائج خلال الاسابيع المنصرم الى اللاعب محمد داود نجم منتخبنا الوطني وتداعيات عدم انتقاله الى الشرطة وتمسك ادارة النفط بخدماته محمد داود ينوي مقاضات ادارة نادي النفط بعد ان امهلهم خمسة ايام لتزديد متبقي عقده اذ يعتزم مهاجم نادي النفط والمنتخب الوطني محمد داود اللجوء الى القضاء لرفع دعوة قضائية ضد ادارة نادي خلال الايام القليلة المقبلة وكيل اعمال اللاعب اكد ان محمد داود امهل ادارة النفط خمسة ايام من اجل دفع مستحقات المالية المتأخرة واوضح ان الادارة في حال تأخرت عن صرف المستحقات سيرفع داود دعوة قضائية ضد النادي لدى فيفا ولدى الهيئة التطبيعية يذكر ان داود يرغب بشدة بتمثيل نادي الشرطة في الموسم المقبل لكن ادارة النادي النفط ترفض التخلي عن خدماته يعني هذا الموضوع الحقيقة اخذ اكبر من حجمه واتمنى يوم امس تحدثنا عن ادارة النفط وتجديد تمسكها بخدمات محمد داود محمد داود ما يرغب اللعب مع نادي النفط كنت اتمنى من ادارة النفطية ومن الكابتن مشتاق ان ينهي عقد محمد داود خلاص يعني بالمنطق بالمنطق محمد داود ما عنده الرغبة على تمثيل النادي ولا عنده الرغبة على ان يصل الى طموحكم وما عنده الرغبة ان يقدم مستوى وبالتالي اللاعب حالة نفسية وكابتن مشتاق انت لاعب سابق وانت نجم ومثلت منتخباتنا الوطنية وتحدث ايضا مع يحيى علوان وتحدث مع العم ابو شوقي احنا مو بصدد عدم الانتقال لمحمد داود وغيره والتدخل في شؤونكم بس بالمنطق الحالة النفسية لهذا اللاعب يقول لك انا مارد العب لك خلاص وصلت الحالة بعد ما اقدر وبالتالي قرر ان يعتزل كرة القدم نهائيا في حال اسرار نادي النفط على عدم اطلاق صراحة مثل ما يقول محمد داود لذلك الخاسر الاكبر هو المنتخب الوطني والخاسر الاكبر هو ادارة النفط والخاسر الاكبر هو الجمهور وايضا ادارة الشرطة في الوقت اللي اعتقد ادارة النفط اللي صنعت عمالقة من الكرة العراقية واذا عدينا اسماءهم فهم اسماء لا تعد ولا تحصى ورفضت المنتخبات الوطنية قادرة على صناعة اكثر من محمد داود مثل ما عدكم اللاعب موسى ومثل ما عدكم اللاعب بسام ومثل ما عدكم اسماء كثيرة شيركو اسماء اسماء تستحق وخرج نادي نفط خرج خرجنا جعفر عمران وخرجنا زكي يحي ونزار علي ومشتاق كاظم وحسن اهلال وقائمة طويلة من اللاعبين لا تعد ولا تحصى وبالتالي هذا الموضوع اتمنى ان ينحل واشوفها تشبيرة محمد داود انت ابن نادي النفط واكو مواقف انسانية قبل ان تكون مواقف قانونية وعقد يربطكم فهذا الموضوع اللي نتمنى ان يصل الى حلول ترضي جميع الاطراف سادتي الاكارم مباشرة ناخذكم الى بطولة اندية العراق بالمصارعة للاحداث هذه البطولة اللي انطلقت على بساط نادي الكاظمية والبساط الخاص بالمركز التخصص الاتحاد المصارعة واللي استطاع من خلاله نادي الحشد الشعبي النادي الجديد الذي تأسسه مؤخرا من احراز لقب بطولة اندية العراق بالمصارعة الرومانية نادي الحشد احرز المركز الاول فرقيا في ختام منافسات بطولة العراق للاندية في المصارعة الرومانية للأحداث يوم الاثنين بمشاركة واسعة لجميع الاندية العراقية مبروك لنادي الحشد تحقيق النتائج اللاحظة الاندية والفرق الكثيرة التابع لهذا النادي سواء في كرة السلة بالفنون القتالية بالمصارعة بالملاكمة تحقق نتائج ونبارك للأخ خالد قبيان رئيس الهيلة دارية لنادي الحشد على هذه النتائج اعتقد رح يكون رقم صعب خلال الايام المقبلة بعد ما سمعنا ان هناك فريق بكرة القدم يلعب في مصاف الدور التأهيلي واعتقد اذا بقت الادارة بهذا المنوال ستكون لفرق نادي الحشد اكيد مكانه متميزه من بغداد الحبيبة اخذكم الى الانبار العزيزة الغالية واللي احتضنت المؤتمر الانتخابي للجمعية العمومية لنادي الجزيرة الرياضي هذا النادي الفتي اللي استطاع بفترة وجيزة وبجهود ذاتية من رئيس ادارته فيصل الشوكة وبقية اعضاء الادارة من تحقيق نتائج ايجابية كثيرة اذجرت في وقاع انتخابات الهيئة الادارية لنادي الجزيرة بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات في المحافظة وكافة اعضاء الجمعية العمومية لنادي الجزيرة البالغ عددهم اربعة وثمانين عضو سبق عملية الانتخابات قراءة التقريرين المالي والاداري حيث حصل على موافقة بالاجماع وجددت الجمعية العمومية لنادي الجزيرة ثقة بالسيد فيصل مشرف الشوكة الذي حافظ على منصبه كرئيسا للهيئة الادارية لنادي الجزيرة بعد حصوله على 72 صوت من مجموع اعضاء الجمعية العمومية وفاز عبد الجبار عبد احمد بمنصب نائب رئيس الادارة ورعد الجنابي امين سر النادي وعلى حامد الامين المالي بينما فاز بالعضوية كل من طلال محمد ومحمد عبويت وحميد مخلف ومروان عبد الله وقيس خليل يذكر ان نادي الجزيرة الرياضي حديث العهد قد حقق العديد من الانجازات الرياضية على مستوى العراق ومحافظة الانبار رغم حداثته ويلعب في مصاف الدور التأهيلي لفرق كرة القدم لمحافظة الانبار الحقيقة هذا شيء جميل جدا نشاهد ان جهود ذاتية من قبل رئيس الهيئة الادارية الاخ العزيز فيصل الشوكي اللي يوجه للتحية والاعتزاز يحاول ان يديم عملية لعب الفرق التابعة لهذا النادي واللي حققت يمكن الكثير من النجاحات نتمنى ان يكون هناك دعم لهذه الاندية الشابة اللي احتضنت مواهب رياضية في محافظة الانبار والحال ينطبق على يمكن الكثير من الاندية اللي الان بدت تحصل على اجازات التأسيس وبدت تحصل على تستقطب مواهب رياضية وهاي خطوة بعد للأسف الشديد تواضع عمل المنتديات بعد ان اتفلشت مراكز الشباب وراحت القاعات الرياضية وتحولت الى مولات واستثمارات الان شخصيات رياضية تحاول ان تستقطب المواهب الرياضية من خلال تشييد نادي رغم انه احنا قريبين شنة وشفنا نادي الجزيرة شعانة معانا بعد ان استطاع من شراء قطعة ارض وبنى وعليا مقار وسووا قاعات وسووا ملاعب وهذا كله من نفقة ناس نفقتهم الخاصة قوة يومهم رواتبهم لانهم اكثرهم موظفين بالدولة لذلك وبارك لالاخ العزيز فيصل الشوك تجديد اثقة به رئيسا لنادي الجزيرة الرياضي ونأمل ان تستمر نجاحات هذه الادارة سادتي الاحبة اخذكم الى اسوار نادي الطلبة والعودة مجددا الى بغداد الحبيبة انشغل الوسط الرياضي صار يومين باستقالة على كاظم اللي يرماها عند صباح الكناني وقال له فيما لا ان يرايح الكندي وخلى الناس تضرب اخماس بازداس الصحف والمواقع قالت انه على كاظم قدم استقالته الصباح الكناني وقال له تعال ان تصير رئيس الادارة بالتالي هذه الامور تتعارض مع القوانين ومع الانظمة ومع ضوابط الانظمة الداخلية لانه الاخ صباح ليس بعضو في الهيئة العامة وهذا ما اكده الاخ صباح وقال قانونا ما يحق لي انه اصير رئيس نادي انا لا عضو جمعية عمومية ولا انا اما ان اكون مديرا تنفيذيا لتمشية الامور واما انه ما اقدر اكون الحقيقة النادي المثقل بمليار و300 مليون 400 مليون ما عدا الفلوس اللي يقول بها على اني اطلبها الان يعاني ما يعانيه ينزف هذا النادي هذا النادي اللي لا يمكن ان نراه قابع في المراكز الاخيرة نادي الطلبة اللي صاحب التاريخ الكبير صاحب الانجازات الان يقبع في دين قائمة الدوري هناك اندية متواضعة المال والتاريخ والان وصلت الى مراكز متطورة لكن للأسف الشديد نلاحظ هاي المشكلة الازلية مشكلة على ومن بعد ان غادر على وقدم استقالته نتابع ما تحدث به الكابتن علي صلاح كابتن نادي الطلبة ونجم المنتخب السابق اللي تحدث لزميننا محمد الخفاجي واللي كنا حاضرين في الوحدة التدريبية اليوم امس لانه لاعبين نادي والجهاز التدريبي ما يعرفوا شنو اللي صار وش رح يصير والله يكون بعون محبي النادي الانيق نتابع هذا اللقابة علي صلاح ان شاء الله اذا انحلت الامور المادية انت رح يشوف لعبين بالسنوات القادمة على مستوى عالي رح يشوف معسكرات الفريق رح يشوف ملاعب رح يشوف نتائج ايضا افضل فيعني اتوقع بنسبة كبيرة ان شاء الله سيكون تغيير بالنسبة لسمعة النادي وعودة الجمهور انت عرفت الجمهور شان يزعلان على ادارة النادي وادم حضور للملعب ودائما ضد بعض اللاعبين فأتوقع الخير جاي ان شاء الله عودة الجمهور عودة الروح تعرفت اللعبة يطلب مستحقاتها وعدها عائلة فهذه المستحقات تتوفر بالأيام القليلة القادمة ان شاء الله يعني نعجل معهير الطلب ان شاء الله بالنتائج الإيجابية ونشوف نرى طلب منافس بسنوات القادمة ان شاء الله اذا شكرا للمتحدث الكابتن علي صلاح موضوع الطلبة رح نرميه الى حلقة اخرى لانه الرادلة وقت كبير وما اريد اسحف على المواد اللي عندي لكن موضوع الطلبة قضية مستعصية جدا لا اخفيكم يا جمهور الانيق يعني علاء وجوده مشكلة وتركه للنادي مشكلة فان شاء الله رح نتحدث اتباعا عن هذا الموضوع سادة الاحب حرصنا كل الحرص من خلال منبر الشوط الثالث الى ان نستعرض ونتحدث عن شخصيات ورموز رياضية اكاديمية مهنية حققت النجاحات الكبيرة على مستوى العراق وعلى مستوى تواجدها في الدول العربية ودول العالم احنا اليوم بامس الحاجة لتواجد هكذا رموز الرياضة العراقية تعاني غياب الاستراتيجية وغياب التخطيط نحو المنجز وغياب الكثير من الامور بسبب الفراغ الكبير اللي تركه هؤلاء النخبة الرياضية الكبيرة الاكاديمية اليوم رح نوقف باجلال واحترام لسيرة رجل اكاديمي رياضي بروفيسور يشغل منصب رئيس المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة عندما استذكر وتحدث عن تاريخ هذا الرجل اقف باحترام وافتح القلوب نفتح القلوب كلنا قبل الاياد والاذرع لاستقبال هكذا الشخصية على ان يكون متواجد اتمنى اتمنى من قادة الرياضة وقادة الدولة ان تعطي الضوء الاخضر وتحتضن هكذا اسماء لغرض تواجدهم وانقاذ واقعنا الرياضة المتردي يا جماعة حتى لو اكو فلوس وماكو تخطيط ما نقدر كل شي نسوي لذلك اليوم راح نستذكر ونتحدث باحترام وتقدير لسيرة رجل كبير بكل ما قدم للرياضة العراقية والعربية اسس كليات تربية رياضية في ليبيا في اليمن وقدم الكثير للرياضة العراقية على المستوى العلمي وعلى المستوى الرياضي تعالوا لنتابع هذا التقرير عن الاستاذ الدكتور الاكاديمي ريسال خريبط عندما نتحدث عن الرموز الاكاديمي العراقي المهاجرة والتي حققت النجاحات والأخرى تتبادر لنا شخصية متميزة سطعت في سماء التألق بمضمون الرياضة وفنونها بل واستطاع أن يخط قدمه بثقة واضحة نحو التخطيط للمنجز الرياضي الدكتور ريسال خريبط الشخصية الرياضية الأكاديمية التي عرفت بسيرتها المفعمة بالإنجازات على مستوى كليات التربية الرياضية في عموم محافظات العراق وأبرزها محطة عمادة كلية التربية الرياضية جامعة البصرة المحطة المشرفة التي ترك فيها أثرا واضحا لعشر سنوات المتواصلة مفعمة بالنجاحات والتألق ولد الأكاديمي ريسال خريبط في محافظة ميسان حيث أكمل دراسته المتوسط والثانوية في مدينة الإعمارة قبل أن ينتقل إلى بغداد في آخر سنة من دراسته الثانوية مارس الرياضة منذ الصغر حيث حصل على المراكز الأولى في سباق 3000 متر و5000 متر في المحافظة وأحرز المراكز الأولى في سباقات مدارس العراق للفترة من العام 68 وحتى العام 71 من القرن الماضي انضم للمتخب الوطني وهو طالب في الثانوية دخل الجامعة في العام 1972 وهو بطل من طراز خاص حيث استطاع الهيمن على جميع سباقات جامعات العراق في المسافات الطويلة وسجل العديد من الأرقام القياسية ومثل المتخب الوطني بألعاب القوى من العام 69 وحتى العام 77 حيث تكللت مسيرته بإحراز لقب بطولة العرب في طرابلوس ليبيا عام 75 وبطل الخليج العربي عام 77 سافر إلى موسكو وحصل على شهادة الماجستير كذلك نال شهادة الدكتورة في العام 1982 ورسل في العام 96 من قبل وزارة التعليم ورئاسة جامعة بغداد بإجازة دراسية حيث حصل على شهادة دكتور بايولوجيا وهي أعلى درجة علمية في حقل التخصص في عام 1999 وعلى نفقته الخاصة يعد الدكتور ريسان خريبط أول عراقي وآسيوي وثاني عربي يحصل على هذه الشهادة التي يسميها العرب فوق الدكتورة أسس الدكتور ريسان خريبط أول مجلة رياضية في العام 1984 حملت اسم الثقافة الرياضية كما أسس في السنوات التي تلتها ثمانية مجلات علمية رياضية ما بين العام 1986 وحتى العام 2016 خلال مسيرته العلمية التي استمرت من العام 1983 وحتى العام 2020 أسس الدكتور ريسان أقساماً علمية وكليات وأكاديميات ومراكز أبحاث علمية في العراق والوطن العربي شارك الدكتور ريسان في الكثير من المؤتمرات العلمية وله العديد من الأبحاث والدراسات التي أهلته ليصبح عضواً في الجمعيات العربية والدولية وقد منح العديد من الجوائز التقديرية يشغل الدكتور ريسان منصب رئيس المجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة شكراً محمد على قراءة هذا التقرير أين العراق من هكذا كفاءات؟ طبعاً هذا التقرير اللي اشتغلنا اليوم حاولنا نختصر قدر الإمكان لأنه لو أردنا أن نتحدث عن محطات ريسان خريبط يمكن البرنامج كله ما رح يكفي لما قدمه من تأريخ ومن إرث ومن إنجازات ومن بحوث واحد وسبعين مؤلف عنده أنا أتساءل ليش ما نستقطب هيش كفاءات نقولهم تعالوا يا جماعة الخير أنطونا عصارة جهدكم وتاريخكم وعلمكم وثقافتكم بدل ما أكون نازدة قود اتحادات رياضية مع الأسف الشديد بحياتها لا لا بالشورت ولكن الظروف الغبرة جابتها وخلت يعني عفوا عفوا إشعيط ومعيط وجرار الخيط هم يقودون الرياضة مع الاعتزاز والاحترام بكثير من الشخصيات داخل اتحاداتنا وداخل المناصب الرياضية لكن أكو أسماك كثيرة لأن تقود الرياضة وشوف وين وصلت رياضتنا واش قد تراجعنا فهذه دعوة من القلب إن شاء الله الدكتور ريسان رح يكون ضيف كريم علينا في برنامج الشوط الثالث لكننا نشعر باحترام ونشعر بفرح عندما نجد هكذا اسم وكفاءة يمثلنا أينما يذهب تحية للدكتور ريسان خريبط وأطال الله في عمره وأتمنى أن يكون حاضر في العراق لنستفيد من هذا الكم الذي خرج به أخيرا سادة الأحبة وقبل الذهاب إلى ضيف الكريم دور الدرجة الأولى وما أدراك ما دور الدرجة الأولى يوم أمس في مدينة الناصرية الحبيبة الغالية حثة يعني فتحالة ما أعرف شون أسول فيها أنا ما رد أخذ من وقت ضيف الكريم لأنه عندنا موضوع مهم جدا لكن يا جماعتنا الهيئة التطبيعية الله يحفظكم وينصركم إن شاء الله يعني دور الدرجة الأولى معقولة تغيب بي سيارة إسعاف معقولة إحنا الآن يعني سيارة بيكوب تدخل للملعب حتى تنقل حارس مرمى الناصرية في المباراة الرسمية اللي جمعت بلدية الناصرية ونادي الناصرية ضمن مباريات الدور التأهيلي حارس مرمى الناصرية صار نزف داخلي عنده وبالتالي ماكو سيارة إسعاف دخلت سيارة حمل سيارة الحمل اللي تشاهدوها الآن دخلت حتى تنقل حارس مرمى الناصرية لأن سيارة إسعاف ماكو وبالتالي هاي قضية في غاية الخطورة وغاية الأهمية أيضا نشاهد بعض الجماهير كانت موجودة على المدرجات وهذا يعارض ويخالف توجيهات خلية الأزمة بمنع الجماهير ونشوف إحنا الآن أكون كثافة جماهيرية والسيارة دخلت على التارتان وتعالوا وشوف ودخلت على الثيل لأنه فعلا الحالة كانت استثنائية حارس صار عنده نزف داخلي والحمد الله على سلامته لهذا الحارس لكن هذا اللي صار وين يردخلي بالمناسبة وقبل أن أذهب إلى ضيفي الكريم طلبنا من الأخ يدرعوه في وجهه للتحية الدكتور العزيز الغالي واتصلنا بي وقلنا له يا أخي العزيز أريدك ضيف حتى نحكي بهذا الموضوع لأنه الدرجة الأولى ومبارياته بمشاكل الرجل قال أنا ما أطلع إحنا عندنا ناطق إعلامي بلجنة المسابقات يتحدث يابا منه الزميل قحطان المالكي اتصلنا على الزميل قحطان والرجل قال والله أنا آسف ما أقدر أطلع لأنني عندي تعليق مكلف بتعليق مباريات الدوري اليوم مباريات الدوري وبالتالي يعني هذا الموضوع رجعنا الدكتور حيدر يابا هي النظيف الحقيقة أقولها بمرارة يعني على قد ما إحنا نشيد بالخطوات الإيجابية في التطبيعية وندعمها على قد ما إحنا ننتقد بعض الأمور اللي صير لكن الهيئة التطبيعية أحشيها بالفوم المليان لو لا علاقتنا الطيبة بيهم ما يطلعون ضيوف يعني هس إحنا إذا ما عدنا علاقة بحجي أياد بنيان وحجي محمد فرحان وحجي مدنمين وما يطلعون يعني يعني هس أنا رجال عندي منظر يا بتعال أرد ناقش إحنا إعلام شنو هال اللي دي يصير من فوضى بطلعون يعني هاي المزاجيات لا يمكن أن أتعامل بيها ليش لأنه أكثر هم متواجدين وأكثر هم عدهم شغل وأكثر هم عدهم ارتباطات يا أخوان اللي ما يقدر يقود كرة القدم ويتعامل مع الإعلام يروح يقعد ببيتهم أنا هذه أقولها وعلى مسؤوليتي ولا نخشى في الحق لو متلا منحترمكم ونقدركم وينشيد بالنجاح اللي تسووا لكن هذه الفوضى العارمة اللي دي تصير بدور الدرجة الأولى وبعض المشاكل نطالب أن تظهروا وتحشون ما نظل نتوسل بيكم وحنا ترى إحنا ما عندنا غير إذا ما تعاونتوا يا أنا رح ننتقد ورح نحشي وتسمعكم كلام يمكن ميروقلكم لكن هاي مشكلتكم لأن إحنا حياة الرياضي أغلى من كل شيء شنو الذنب حارس مرمى الناصية لبرحة لقدر الله العناية الإلهية خلصته صار نزف داخلي ماكو أسعاف وينكو يش منطق عيب صرنا مضحك الأمة محمد تدخل سيارة بيكم ننقل بيها طماطا وخضرة ومواد شائية نشيل بيها حارس لأنه ماكو سيارة أسعاف عيب عيب لا تسوون دوري يعني منذرور الرمات في العيون أطلقنا دوري الدرجة الأولى ترى الدرجة الأولى مهازل المهازل بكل ما تعني الكلمة هذا الكلام أوجه اللي رأي سيدة تطبيعية وكل الأعضاء تعاونوا إلى الإعلام نحترمكم ونقدركم تعاونوا وطلعوا وإحشوا وقلوا نعمك وغلط صاير لا تضموا رأسكم وما تجاوبون على تليفوناتنا وما تجاوبون على مسيجاتنا أقسم بالله يوميا نمتقدكم ويوميا نحكي عليكم وراح نحكي حتي ما يروقلكم بالحق وبما يعني لي علينا النقد هذا اللي نقوله الحمد لله على سلامة حارسنا حارس مرمان ناصرية سادة الأحبة إلى جزء ثاني من حلقة هذا اليوم واللي رح يكون مخصص لنادي القوة الجوية وإدارة نادي القوة الجوية اللي يمبارك كلها النجاح في دوري الكرة الممتاز رغم الإخفاقات اللي حصلت في البداية لكن نشاهد الإدارة اللي حرصت على إبقاء أيوب أديشو الآن هي متصدرة بكل قوة واقتدار لمنافسات الدوري ما الذي يحصل ما هو جديد الإدارة سأرميه في ملعب ضيفي الكريم أم يسر الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية سيادة اللواء محمد صوب الله ضيفنا الكريم من بغداد وعلى الهواء مباشرة ورحب بك أستاذ محمد ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية أهلا وسهلا أستاذ محمد شكري إليك وشكري إلى مشاهدي برنامج الشوط الثالث من خلال قناتكم الكريمة الله يحفظك أستاذ محمد بالبداية نبارك لكم استمراركم بالصدارة وهذا يجير إلى الكادر التدريبي وإلى الإدارة الحقيقة التي الآن تسير بخطة ثابتة نحو تحقيق المنجز وأكيد العمل مع نادي بحجم القوة الجوية عمل صعب جدا لكن إلى الآن أنتم الآن عشرة على عشرة نبارك لكم هذه النجاحات أستاذ محمد شكرا جزيلا عزيزي أستاذ محمد شكرا جزيلا يعني مثل ما تعرف فريقنا الآن يصدر الدوري 38 نقطة ومتبقي من الدوري مباراة واحدة أمام الحدود الحمد لله فريقنا متجانس جدا متجانس الخطوط يجمع بين الخبرة والشباب ولدينا والحمد لله كادر تدريبي متميز متمثل بالكابتن أيوب أوديشو المدرب المعروف وطاقب المساعدين الكباتن حمزة هادي وجاسب غلام ومدير الفريق الكابتن مهدي جاسم الحقيقة مجموعة متجانسة من اللاعبين الكادر التدريبي منسجم مع الفريق جدا منسجم مع الإدارة ولهذا الحمد لله نتائجنا كانت تلبي طموحنا خلال المرحلة الأولى نعم بالحقيقة أستاذ محمد أكون واضح وياك اتحملت ضغط جماهيري كبير بعد سوء نتائج الفريق في بداية الدوري لكن أحسنتم القرار بالإبقاء على الكابتن أيوب أديشو مدربا لأن الإدارة النموذجية لا يمكن أن تفرط بإمكانية بحجم أيوب أديشو رغم بعض الإخفاقات التي حصلت وهذه النقطة المميزة التي من خلالها أعطت يمكن الثقة لللاعبين وللكابتن أيوب وأيضا الجماهير لذلك يعني أبارك لكم هذه الرؤية المستقبلية لواقع فريق مهم بحجم نادي القوة الجوية أستاذ محمد صحيح ما ذكرته صحيح نحن تعرف يعني مردنا يعني صارت عندنا في منتصف المرحلة الأولى بعض الإخفاقات بالمباريات اتعادلنا وخسرنا بعض المباريات بس لقناعتنا التامة بالكادر التدريبي مثل ما ذكرتلك ومردنا نتخذ قرار متسرع أو ردفعل بتغيير الكادر التدريبي لاحتمال أنه يكون يعني ردود هذا القرار مو بصالح الفريق فيعني احنا مقتنعين كل نش بالكادر التدريبي وعدنا ثقة عالية بيه أنه راح يعيد النظر بعض الأمور اللي تأدي إلى نتائج ممتازة والحقيقة مثل ما توقعنا وسار الفريق مثل ما خطط إلى المدرب مثل ما خططت الإدارة ومثل ما تعرف جنابك استاذ محمد أنه النتائج الأخيرة للفريق يعني أربع مباريات اتعادلنا مع الشرطة اتغلبنا على النفط واتغلبنا على الطلبة ويوم أمس كانت مباراتنا أمام الميناء اتغلبنا بيها اثنين واحد والحمد لله متبقى من هاي المرحلة لعبة يوم السبت مع نادي الحدود طيب استاذ محمد حدثني بصراحة يعني أكون انتقاد من بعض الزملاء الإعلامين اللي واجههم التحية والاعتزاز الحقيقة وجهه نقد لاذع لإدارة نادي القوة الجوية بخصوص عقد رعاية الشركة الراعية لنادي القوة الجوية واللي فهمت من سيادة القائد من خلال اتصالنا رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية انه تم تجميد هذا العقد ياريت باختصار تضعنا وستاذ المشاهدين ليش وافقتوا على العقد وليش جمدتوا التعامل وشنو الأسباب او شنو الخطوات اللي رح تتخذوها انتم كإدارة مستقبلا معها الشركة الراعية استاذ محمد بالحقيقة بالنسبة للعقد مال شركة الأضواء تعرف يعني الاندية بكل العالم يعني دائما تبحث عن موارد مالية لتعضيط النادي تعرف النادي إلى هواي متطلبات مالية وعقود لاعبين فدائما يبحثوا هي طريقة قانونية بكل اندية العالم موجودة نعم فتقدمنا عرض من شركة الأضواء عقد رعاية الحقيقة احنا سوينا مسودة عقد يعني وقعنا وياهم مسودة عقد طبعا قبل فترة قليلة بس بعدين من درسنا العقد شفنا بيه بعض الملاحظات بعض الملاحظات فالحقيقة يعني اتفقنا ويا اتفقنا انه نجمد العقد لحين ما نوصل ونبلور قرار مدروس بما يضمن حق الشركة الراعية وحق النادي فحاليا عقد شركة الأضواء مجمد الى بعد فترة قليلة ان شاء الله نحسم الموضوع طيب سيد محمد ليش انا اساسا اوقع العقد وافق عليه وبعدين اجمده ما عدكم مشاور قانوني حتى على الاقل لا تحتسب نقطة عليكم في ظل النجاحات اللي دتخطوها الان كادارة شكلت مؤخرا لكن احس هاي الادارة عازمة على تحقيق الكثير الكثير من النجاحات لا هو الحقيقة استاذ محمد هو مسودة عقد يعني مو عقد نهائي وصارت يعني من درسنا قانونيا من درسنا يعني شفنا بي بعض الهفوات وتعرف احنا حتى يعني تذكر انت وجنابك على الطلاع كامل بهذا الموضوع استاذ محمد يعني حتى من الجمهور اعتراض يعني احنا اتعاملنا بهذا الموضوع بكل شفافية استضافيا الناس المعترضين اللي هم جمهورنا الكريم وبعض روابط المشجعين وحشينا بكل وضوح وبصراحة والرجل الرئيس الهيئة الادارية السيد قائد القوة الجوية المحترم واعضاء الهيئة الادارية طرح نالهم الموضوع بكل شفافية وما كفت شيء يعني كان مثلا غامض حشي نالهم حنان على يعني صارت بعض الهفوات يعني او بعض المواطن الخلل بهذا العقيد وقلنا لهم جمدنا العقد حاليا لحينما يصير قرار يخدم الشركة الراعية والنادي ان شاء الله مستقبل عن قريب ان شاء الله نتمنى لكم الموفقية استاذ محمد حدثني عن قضية اخرى الان الادارة متهمة شكرا ب يعني اجراء انتخاباتها بعيدة عن الشرعية والقانونية هذا ما سمعناه مؤخرا وبالتالي ارمي هذا السؤال في ملعب السيد امينسر الهيال ادارية لنادي القوة الجوية هل فعلا ادارتكم غير شرعية لانها قيمة الانتخابات بعيدة عن الشرعية عزيزي استاذ محمد اذا تسمح لي اطرق لك الى ثلاث امور تخص هذا الموضوع باختصار استاذ محمد باختصار الموضوع الاول طالما الشكوة المقدمة نعم طالما الشكوة المقدمة وصلت الى يعني الجهات المختصة القضاء فاحنا ما راح احتيلكاني بالتفاصيل بس راح اقول لك راح يصير الريت على كل الطعون اللي تقدمت من خلال مشاورنا القانوني والمحام اللي يوكل النادي وراح يقدم كل الوثائق الرسمية اللي تثبت يعني شرعية اشتراكنا بالانتخابات نعم الموضوع الثاني تعرف استاذ محمد نادر القوة الجوية الجهة الراعية لنادر القوة الجوية يعني التمويل من وزارة الدفاع نعم وبما انه السيد رئيس الهيطاني الادارية هو قائد القوة الجوية المتكلم اني لواركن مدير صنف بوزارة الدفاع فالقانون يجيزنا انه نشترك اني ولو احنا ما نستند بهذا قانونيا على الاشتراك بس احنا يعني المنتسبين الوزارة اللهم حق يصيرون اعضاء بالهيئة العامة ويشاركون بالانتخابات نعم الامر الثالث من جرة الانتخابات في شهر ايلول العام الماضي صارت الانتخابات وجنابك استاذ محمد انتكنت على الطلاع بتفاصيل الانتخابات نعم وزارة الشباب بالتنسيق مع اللجنة التطبيعية انتدبوا لجنة لمراقبة هذه الانتخابات نعم واثناء سير الانتخابات طبعا اللجنة شكلوها من ناس اختصاص قانونيين فاهمين وضالعين بالقانون الرياضي نعم قامت اللجنة بتدقيق اوراق المرشحين بما فيهم يعني المتكلم والسيد قائد القوة الجوية رئيس الهيئة الادارية وبقية الاعضاء اللي اشتركوا نعم الاخليوار ركن مهدي والاخليوار قتيبة يعني اشتركوا دققوا اوراقهم فما شافوا عليها اي طبعا هو لو بيها مثلا اشكال قانوني كان ذكرونه انه سين من الناس الى حق يشترك سين من الناس ما لحق يشترك صحيح ودققوه وناس مظليعين بالقانون الرياضي نعم واضافة بالانتخابات استاذ محمد كانت هناك لجنة طعون لجنة طعون وكان للحق اي معترض انه يقدم طعن بالانتخابات لما بعد الانتخابات لمدة 3 ايام ما تقدم اي طعن وحتى حتى اللي خسر بالانتخابات او ما توفق بالانتخابات هو خرج طيب سينة اللي واضي لانه يعني ما امدح لك بالانتخابات جرت كل شفافية سؤالي ليش ليش الان تم الطعن مثل ما تفضلت حضرتك اكو فترة زمنية قانونية للي عنده وجهة نظر بخصوص الانتخابات وشرعيتها ليش بعد مرور 4 تشهر الى 5 تشهر الان بدأ الطعن باختصار جاوبني يعني اكو دافع معين اكو اسباب موجبة اكو صار شي جديد اطلعنا بي استاذ محمد والله استاذ محمد طبعا يعني انا ما اريد انكل بأي واحد بس اكو ناس اكو اعدال النجاح تعرف الادارة يعني من حين انتخابها لحد الان مشت بخطوات صحيحة مدروسة وليخططنا لاهداف انحققها ان شاء الله خلال فترة زمنية محدودة فاكو ناس يغيطها النجاح يعني وظلت يعني يوم يطلعون انه اعضاء الهيئة الادارية وجودهم غير شرعي الانتخابات غير شرعية واحنا طبعا نفهم هذا الموضوع بس احنا يعني عقدنا العزم من بداية تسلمنا للمسؤولية وبداية وضعنا بالهيئة الادارية انه الاصوات يعني نسمع لتفيد وضعنا وتفيد مسيرتنا بالنادي ان شاء الله ان شاء الله الان يعني حدثني عن جديدكم عن خطتكم المستقبلية اكيد انتم مطالبين بالحفاظ على النجاحات اللي حققتها الادارة السابقة انتم ابطال كأس الاتحاد الاسيوي ابطال دوري ابطال كأس فحدثني ما هي الخطوات اللي راح تقوم بها الادارة الحالية لغرض الحفاظ على النجاحات وتأكيد جدارتكم كادارة جديدة تستحق ان تقود هذا النادي استاذ محمد مثل ما ذكرت لك يعني قبل شوية قلت لك احنا الادارة الجديدة وضعت بعض الاهداف واللي خططت انه تنفذها خلال فترات زمنية الهدف الاول اللي كان تعرف احنا يعني استلمنا ادارة مثقلة بالديون بسبب يعني التخبط بالتصرف بالمال من قبل الادارة السابقة يعني احنا استلمنا ادارة يعني نادي مطلوب اكثر من اربعة مليار فيعني السيد رئيس الهيئة والاعضاء الهيئة الادارية بفضل يعني ترشيد النفقات ووضع يعني كل يعني كل دينار في مجاله يعني في مكانه صحيح يعني يعني من خلال ترشيدنا للنفقات لكل تفاصيل النادي الخطوة الاخرى استاذ محمد احنا من الاهداف المهمة عندنا وفكرنا بيها كهيئة ادارية وادارة اعادة النظر بالبنية التحتية المتهالكة للنادي القوة الجوية يعني ابنادي ابنادي تأسس بعام 1931 نعم ولهذا احنا يعني عرضنا ارض النادي في شارع فلسطين وله يعني كان اكو عرض من مستثمر هذا العقد توقع بعام 2017 من قبل الادارة السابقة نعم واخنا من تولينا المسؤولية يعني قرينا العقيد بتفاصيل يعني شفنا يعني بهواي نواقص يعني تعرف منشآت رياضية كانت قليلة ضفنا الى من عرضنا المستثمر اثناء احد الاجتماعات عرضنا المنشآت الرياضية والمنشآت التجارية اللي راح اصير اعترضنا على الكثير منعتها نعم وضفنا لها مرافق رياضية اكثر يعني نعم ضفنا مسبح قاعات رياضية قاعات العاب قاعة جيم يعني يعني مرافق رياضية تخدم النادي ووافق عليها الرجل المستثمر وهي حاليا يعني المعاملة في طور الانجاز في طور الانجاز بين بغداد والمالية وحتى كانك اعتراض نعم يعني استاذ محمد يعني وصلنا الى نهاية البرنامج يعني انا سعيد جدا بتواجد حضرتك في الظهور الاول واتمنى ان تستمر معانا واوجد تحية للسيد رئيسي الادارية لنادي القوة الجوية الفريق شاب جاهد الحقيقة الرجل اللي ما اتدخر اي جهد بالتعامل سواء مع الاعلام وتذليل يمكن كل ما نطلبه من اجل تسليط الضوء على فريق القوة الجوية هذا الفريق اللي يستحق التقدير والاحترام حال حال بقية الاندية اللي اتمنى الموفقية والنجاح واللي راح نكون معاهم بنفس الخطوات اللي نمشيها مع كل الاندية مع تمنياتنا الموفقية والخير للجميع اشكر ضيفي الكريم الاستاذ محمد صوب الله امينسر الهيداري نادي القوة الجوية اللي كان معي من بغداد واشكر لكم طيبة المتابعة انتهت رحلتنا لهذا اليوم اكيد يوم غد عندنا الكثير من المتابعات وكثير من القضايا تابعوها عبر برنامج يوالا يوم غد قبل للكم فيما الله